حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نطبع من موبايل على الطابعة Canon LBB 664 CX يعني هنتعلم ازاي نربط الطابعة بالروتر عشان تقدر تطبع منها على اي موبايل وعشان ما تقولش عليكم يلا ندخل في الموضوع على طول اول حاجة بتختار القائمة ثم بتختار التفضيلات ثم بتختار الشبكة ثم بتختار اعادات اللان اللاسلكية ثم بنختار نعم ثم بنختار موافق ثم بنختار اول اختيار اعادات SSID ثم في الخطوة دي بيجيلك اختيارين الاختيار الاول اللي هو تحديد نقطة وصول ده بنختاره في حالة انك عامل شبكة الراوتر الواي فاي مرئية يعني مش مخفية يعني اي حد يبحث عليها يلاقيها ويدخل كلمة المرور لكن في حالة انك عامل الشبكة مخفية فبتختار ادخال يدوي وبعد ذلك بتدخل اسم الراوتر او اسم الشبكة وكلمة المرور فنا طبعا اعمل الشبكة بتاعتي مرئية فا اختار تعديد نقطة وصول وهنا بيبحث على الراوتر بتاعك او عندي لواتر كتير او في المكان فانا بختار الراوتر بتاعي وبختار التالي ثم بنختار اوكي وهنا بقى بيطلب منك ادخال كلمة مرور الراوتر الواي فاي مع العلم ان السهم ده بيحول الحروف من كبيرة لصغيرة لاركام فانا دلوتي ادخل كلمة المرور وبعد ما دخلت كلمة المرور بتاعتي بختار تطبيق ثم بنختار نعم تم الاتصال بنختار اغلاق وبكده وصلنا الطابع بالراوتر الواي فاي فيه خطو مهمة جدا لازم تعملها عايزين نحول رقم الاي بي من اوتوماتيك للمانويل عشان لو حصل انقطاع في الكهرباء او تفيت الراوتر ولعته رقم الاي بي كل شوية هيتغير فانا دلوتي هنحول الاي بي من اوتوماتيك لالوي هنرجع خطو الورا كده و هنختار اعادات تي سي بي اي بي بالطريقة ثم نختار او نختار اي بي بي فور ثم نختار اعادات العنون اي بي ثم ندخل على اكتساب تلقائي تجهيل ونخليها اي قاف بالطريقة ثم نختار تطبيق ثم نختار اوكي بعد كده يطلق منك ان اتطاف في البرنتر من زرارة تشغيل كده تمام وننتظر لحد ما تنتفي معنا بعد كده بنرجع نشغلها مرة تانية عشان بس تحفظ الي اعادات بتاعتنا وننتظر لحد ما تتردد تظهر في الطبعة معناه ان الطبعة اتوصلت بالراوتر واي فاي كل ده ومزارج اهي ظهرت معنا علامة الواي فاي طول ما هي متوصلت بالطريقة دي معناه ان الطابعة لقطة واي فاي من الراوتر طبعا انت كل ما هتشغله على الطب فيها هتنتظر ما يتقرب العخر ثواني لحد ما دي تظهر معنا واوما تظهر معك بالطريقة دي تقدر تطبيع من الموبايل بكل سهولة ودلوقتي هنروح للموبايل ونسبب برنامج كانون برنت بيزنس ونتابع بقى الخطوات فيلا بنا اول حاجة بنعملها بنروح على بلي ستور او الاب ستور اللي موجود في موبايل ثم نعمل سرشي كده ونكتب كلمة كانون باللغة الانجليزية وجمعها كلمة برنت اهي بالطريقة دي كده بالزبط ونختار بحث سنذهب لتحد شوية سنجد مكتوب كانون برنت بيزنس وعلى علامة زرق او لبني ما نختار عادي جدا ونختار تثبيت وننتظر لحد ما البرنامج يثبت معنا مع العلم ان لازم الموبايل يكون رابط بنفس شبكة الراوتر وي فاي اللي احنا وصلنا عليه الطبعة وبعد ما البرنامج ثبت معنا هنعمل فتح كده تمام ونختار السماح ونريد ان ظهر لنا البرنامج بالشكل ده هيقابلك كده خطوة روتينية اجريف اجريف اوكي حاجات كده خطوات سهلة يعني وبعد كده هيظهر لك البرنامج بالشكل ده هتلاقي فوق عا الشمال كده علامة برنتر او علامة طبعة وعليها زائد ده هنا بيقول لك اضاف الطبعة او اضافة برنتر بنيضغط عليها عادي جدا كده تمام المفروض ده لك البرنتر بتاعتك تظهر ايه اللي بي بي اربعة اربعة ستة سي بنختارها كده ونختار ادف وبكده ثبتنا تعريف البرنتر على الموبايل طب افت دلوتي انا اخترت او توسيرش تمام والبرنتر ما ظهرتش معي في الحالة دي هتعمل ايه في الحالة دي هندخل رقم الابي البرنتر اللي اخدام الروتر هندخله ادويا في البرنامج طب ازاي الخطوات تعالوا نشوه مع بعض سنأتي هنا عند نفس الخطوات بالضبط ونختار القائمة نختار التفضيلات نختار الشبكة نختار اعداد تسي بي اي بي اي بي في فور اعداد العنان اي بي اكتساب يدوي ده رقم الابي الذي هتكتبه في البرنامج او في الموبايل طبعا رقم الابي ده يختلف من برنتر لبرنتر تانية فما تاخدش اللي موجود في الفلتج وتكتبه عندك البرنتر اكيد مش هتظهر معك طب ازاي نكتبه في البرنامج نحن نشوفه مع بعض نحن نروح البرنامج مرة تانية وبنعمل اضافة برنتر وبعد ما نختار اوتو سيرش سنختار منول سيرش اهي بالطريقة ده وتبدأ تكتب رقم الابي الذي ظهر لك على شاشة البرنتر اهو بالطريقة دي كده وبعد ما كتبت رقم الابي بتختار اوكي اهو البرنتر ظهرت قدامك نختارها ونختار ايدت طب دلوقتي ازاي نطبع الموضوع بسيط جدا هنقفل البرنامج بتاعنا كده مش محتاجينه في اي حاجة خالص وبتختار اي ملف في بي دي اف ما بقوط لك على واتساب ما بقوط لك عمتا على اي حاجة تمام؟ يعني عمتا متفتح الملف اللي انت تطبعه انا على سبيل المثال اختار مرحبا ميك ده ده ملفة موجودة عندي في الموبايل وخطوات الطباعة واحدة هنعمل مشاركة او شير هنختار ارسال نسخة وهنا بنختار برنامج كانون اللي احنا نزلناه اهود تمام؟ ثم بنختار برنت وزا ما انت شايفين او ما اللم دي نورت معناه ان اخذ امر من الهاتف واو ما تنتفي معناه ان الامر انتهى خلاص اي دي قود ورقة معنا لماشي الورقة التي تستخدمها بلي كده التالتة الرابعة الخمسة اي الخمس اوراق اللي موجودة في البي دي اف اي واحد اثنين اثنين ثلاثة اربعة خمسة هذا الضغر لا تصغير بالك به لان انا الورقة دي مستخدمة يعني معاد استخدامها طب دلوقتي البرنتر اللي عني دي فيها خاصية اطباع على الوجين اوتوماتيك عاوز اتعلم لو ملف موجود عندي اطباع على الوجين لازم الملف ده يكون مكون اكتر من ورقة يعني ما انفعش ورقة واحدة ونتباع على الوجين هتتطبع لك ورقة ممفاردة لازم يكون اكتر من ورقة تمام؟ ونختار نفس الملف اللي احنا طبعا نختار مشاركة او شير تمام؟ ونختار ارسال نسخة نختار برنامج كانون وطبعا لو ضغطت على برنت من دلوقتي فهي هتطبع الاوراق منفردة احنا لسه ما عملنا اشتباع الوجين عايزين نفعل الاختيار ده فوق كلمة برنت في اي فور وان كوبز برنت رنج اول نختارها كده ونختار تالت اختيار من تحت مكتوب عليه اول اختيار معنا مكتوب وان سايد ده وهو يطبع ورقة ورقة مفردة اللي هي الاوراق منفرجة عادي جدا ثاني اختيار معنا وثلاثة اختيار دول خاصين بالوش والدهر اللي مكتوب عليه ده بيطبع الاوراق مساححة لأفور ورقة ورقة مفردة على الوجهين اما ده بيطبع الملازم اللي هي تلاقي حاطة صورتين في ورقة واحدة على الوجهين وعشان اوضحها دكتر كيف تعمل هذه الخطوة فانا اختار two-sided language ثم نرجع الخطوة الوراء ثم نختار ونختار print وهنا تلاحظ ان هذه اللمبة نورت او ما تلاقي اللمبة نورت معنا ان اخذ امر عامة او ما تنتفي معانا معنا ان الامر انتهى او زي ما نرى طبعتنا الورقة على الوجهين أوتوماتيك زي ما تعلمنا بالزبط الورقة الاولى الورقة الثانية وراها وكذلك الورقة الثالثة وراها الورقة الرابعة وحاليا الورقة الخامسة كده تعلمنا ازاي نطبع على الوجهين يدوية بكل سهولة دلوقتي البرنترا فيها خاصية ممتازة جدا وهي انك تقدر تضيف ورقة A4 تطلع في ورقة واحدة كده وتفتحها كأنها ملزمة او كتابة تقدر تستخدم الخاصية دي ورقة ورقة منفردة وتقدر تستخدم الخاصية دي على الوجهين كده يعني بص دي كده على الوجهين والشهوط وتقدر تستخدم الورقة منفردة اوه طب ازاي نعمل دي و ازاي نعمل دي تعال نشوف خطوات مع بعض عند اي ملف انت عايز تتبعه وتختار مشاركة او شير ونختار ارسال نسخة ونختار برنامج كانون عادي جدا ونخش في الاعادات عادي جدا وبتيجي عند اول حاجة اللي هي ايه؟ نخليها على الوجه الواحد عشان نقدر نعمل اللي هي مشوشو دهر وتيجي عند بعد اختيار مكتوب افتو اون وان دي بتفعلها بالترية كده عشان تقدر تقسم الورقة نصين خلاص كده زبطناها خلاص بنرجع خط الورقة ثم بنختار تعال نشوف كده عاملة ازاي هيت الورقة ايه فور وورقة ايه فور ايه تمام؟ وكذلك الخامس اوراق اتمتهم في ثلاث ورقات بحيث انك تقدر توفر في الحب والورق تمام كده عرفناها ازاي؟ ازاي نعملها على الوجهين؟ تعال نشوفوا مع بعض هتيجي عند نفس القائمة بالزبط وتختار الاعداد وتتأكد انك مفعل وتيجي عند الوش والدهر طبعا احنا عرفنا الورقة منفردة فالشورت ايج هي دي اللي هنستخدمها في انها تطبع الاوراق مقصومة كده ومظبوطة لانك في حالة انك اخترت لونج ايج هتطبع لك الاوراق برض لك على الوجهين لكن هتقسمهم بطريقة غريبة هتلاقي الورقة من وراء مع كوسة فانا في الحالة دي بختار الشورت ايج تمام كده؟ وبنرجع خط الوراء وبنختار برنت سحب الورقة وهترجحها تانية عشان تطبع على ظهرها او زي ما نشايفين كده او زي ما نشايفين كده او زي ما نشايفين كده اهي الورقة اهيت قدامنا تيجي تقلب عدارها مظبوطة اهي ممتازة جدا فهمنا كده ازاي نعمل دي طب افرد ابو حميد اخترنا اللونج ايج هيعمل ايه؟ هندخل برضو في الاعادات التانية ونختارها لونج ايج ونختار برنت هتطبع على الوجهين بس بوس الورقة يتابع عملها ايه؟ نعم دعا اهيتا ايه ثم الوسط ثم اختار اختار في الوسط الس beaches كما ترى الورقة التي تتبع على دقارها مظبوطة في الورقة التي تتبع على دقارها تجد الكلام مقلوب في هذه الحالة نختار Short Edge ولو الورقة ممنفرد مسحح نختار Long Edge وطبعا بعد أن نخلص كل إطباع إذا كنت تتبع على الواجهين أو اثنين في واحد يجب أن نترجع الاختيار من ثاني يعني نترجع الوضع الافتراضي للإختيارات لكي عندما تتبع الدنيا لا تتكتبع معك فنختار الإعدادات ونقفل اثنين واحد ونجعلها One Side طب الآن أنا عندي صورة في ألبوم أو استوديو الهاتف وعاوز أطبعها سنختار مشاركة أو Share نختار برنامج كأنون اللي نتبع عليه ثم نختار Print أنا عايز أوضح لك أن تباعة الصور بطيئة قليلا لأن كل ما حجم الصورة اللي هو بالميجا يكون أعلى كل ما هتلاقي بطء في التباعة وكذلك في الملفات يعني الصورة دي عادت وقت لحد ما أخدت Order اهي الواجهة هتبدأ تطبعها أي الصورة اللي موجودة في ألبوم أو استوديو الهاتف طب قبل ما أقفل معاكم حالة النهاردة نريد أن نعرف ما هي الاختيارات اللي قدامنا دي كلها أول اختيار مكتوب عليه أو تباعة ميزة هذا لا تلعبش فيه لا يوجد أي شيء خالص ثاني اختيار مكتوب عليه A4 أو Boot Size نختاره كده هذا من خلاله تقدر تحدد حجم الورق اللي أنت تطبع عليه أنا أطبع عليها حجم ورق A4 عندك B5 A5 LGL طبعاً لو أضعه في درج الورق حجمه A5 واختارت A4 فطبعاً سيظهر عطلة في البرينتر تقولك أن الحجم الورق المستخدم غير مناسب في الألدات فأنت تختار حجم الورق اللي أنت تريده وهو كده ثالثي اختيار مكتوب عليه Print Range All لو اختارنا كده سيظهر لك اختيارين أول اختيار معنا مكتوب على All وده سيطبع لك كل الأوراق اللي موجود في الملف ثاني اختيار مكتوب عليه CPS في Beige تمام؟ لو اختارتوا كده سيظهر لك خانتين Fearless هنا يقول لك أنت تتبع من الورقة الكام للورقة الكام مثلاً أطبع من الخمسة لعشرة ليس أطبع ملف كله فاختيار Fearless ده تضع من الورقة Last للورقة تمام؟ دلوقتي افرد أنا أطبع ملف كله ثم نختار All ثم نرجع خطة الورقة خامسة اختيار معنا ومكتوب عليه Paper Source هذا لا تلعب فيه خالص عندما لا يوجد أي إعادات لك تمام؟ هذا الذي يمكنك التحول منه أن تستخدم الورق من الدرج ولا ورق من TRE ما هو TRE ده؟ تعالوا نشاهده هذا TRE لو أريد أن تضع الورق هنا أو تضع الورق الأفور عادي هنا ويتسحب فمجرد أن تضع الورق هنا ستحس بأن الورق تستحب لها تلقائيا فأنت تسيبها Auto يعني لو دخلنا على Beaver Source سيظهر لك Auto و TRE التري اللي فوق والأوتو ده اللي هو يريد أن تضع الورق إذا كان في الدرج أو في TRE نرجع خطة الورقة سادس اختيار معنا ومكتوب عليه Select Color لو اختارناه كده سيظهر لك B&W اللي هو Black & White ولا Color الـ B&W اللي هو الابد والسود لو اختارته كده فأنت ستطبع جميع أوراقك بالأبيض والاسود لكن لو سبتها على Color فأنت ستطبع جميع أوراقك بالاسود والألوان مع بعض فأنت ستختار الذي تريده وترجع خطة الورقة طبعاً سابق اختيار معنا نحن عرفنا الوقت 2-sided الوش والدخل وتايمة اختيار معنا الوقت 2-on-one اللي بتقسم الورقة على نصف لو جدت في مرة لقيت ان علامة التراد ويدي بيش موجودة في الشاشة يبقى انت عملت حاجة من أربع حاجات إما غيرت كلمة مرور أو بسورد الروتر واي فاي أو حولت شبكة من مرئية المخفية أو من مخفية المرئية أو غيرت جهاز الروتر بجهاز الروتر جديد إما انت حاطت الروتر بعيد جداً عن البرنتر فكل شوية الشبكة تتوصل وتختفي فالأفضل انك تقرب الروتر من البرنتر وبكده انتهينا من موضوع حاجة النهاردة اتمنى ان اعجبكم اتمنى الموضوع يكون اعجبكم منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبيعة كانون كان معكم احمد السايب من قناة كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته